السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم امين عبد الحسيب الضريبي هنتكلم ان شاء الله النهاردة على موضوع هام جدا اسمه البرمجة باستخدام المايكروبيت ايه هو المايكروبيت ده? المايكروبيت زي ما انت حضرتكم شايفين كده في الصورة هنا ده عبارة عن جزء صغير عبارة او بيسموه اوجات جهاز كمبيوتر صغير ممكن ان احنا نعمل عليه برمجة ممكن ان احنا نشتغل عليه برمجة اما من خلال لغة الجوفا سكريبت او في بعض اللبنات الجهزة او بنسميها الكتل ممكن برضو برنامج فيه جزء من المايكروبيت ممكن نحنا نشتغل عليه مايكروبيت طيب عاوزين نتعرف على المايكروبيت المايكروبيت ده انتياته هيئة الازاعة البريطانية ايوة اللي هي بتاعة الازاعة اه في الفين وخمسطوش عشان المملكة المتحدة والهدف منه كان اتاحة الحرية الابداع الرقمي للطلاب عشان يبدأ ان هم يشتغلوا على الايه الابداع الرقمي والترميزي وده شكل المايكروبيت الجزئين الامامي والخلفي طبعا المايكروبيت ده جزء صغير جدا عبارة عن اربعة في خمسة سنتي عبارة عن ايه اربعة في خمسة سنتي تمام كده ده الوجهة بتاعته وده الظهر بتاعه ونتعرف على مكونات كل من الواجهة والايه والخلفية بتاعته دلوقت اهو حالا يلا مع بعض نبدأ نتكلم على خصائص المايكروبيت او الواجهة بتاعت الرئيسية بتاعت المايكروبيت دي اول حاجة اللي ايه الواجهة بتاعت المايكروبيت ديت اول حاجة اللي هما اللي حب دول او الشكل ده واحد يقول لي ده الحام لا ده مش الحام ده عبارة عن لو انت حضرتك عدتهم كده هتلاقي هنا خمسة وهنا خمسة خمسة في خمسة بكم بخمسة وعشرين طبعا يمكن تتحكم فيها بقى ان انت تعملها اطفاق او تشغيل ديت زي ما هنعرف بعد كده ممكن ان هي يكتب عليها ارقام ممكن احنا نعرض عليها اه حروف ممكن هنشوف ان احنا نعرض عليها ازاي ونشتغل عليها بعد كده ازاي طيب هنا طبعا الاحداثيات بتبدأ هنا من الزاوية اليسرى في الاعلى بعكس ايه الرياضيات الرياضيات طبعا بتبدأ الايه الاحداثيات انتو عارفين ايه من المطرف لول محور السين ومحور الصاتي يبادئ اول حاجة عندي في الواجهة اللي هي الليد تاني حاجة عندي في الواجهة بتاعتي اللي هو ايه ده? ده? وده. اللي هو مكتوب عليه ايه و بي ايه او بي ده عبارة عن ظرائر. يبقى الايه والبي ده عبارة عن ايه زرارين. طبعا ديت بيدخل وبيعمل منهم المدخلات وممكن اللي هو زرار تشغيل او ازرار ايقاف او كلام من ده ولما بتضغط عليه طبعا بينزل زي ما بتشغل زرار بتضغط بنزل لتحت فبيشغل بعد لما تضغط عليه تاني في ايه ارتفع مرة تانية. او ان انت تدنيك ضغط عليه حتى عشان الامر يبقى او الامر ايه مستمر الى ما لا نهاية. يبقى دا بنسميها الازرار والبي. تمام كده? طيب. تالت مكون معايا بالمكونات وده يعتبر الجزء الاخير معايا في الشكل او الجزء التاني معايا التالت معايا في الواجهة. اللي هو الزيرو ده والان والتو. ايه دولي? دولي بنسميهم دبابيس. البنز. الدبابيس الزيرو والوان الزيرو والبي وان والبي تو. دولي الدبابيس زي عبارة عن ايه? بتعمل عملية ربط الايه الايه? الايه الايه الاستشعار الخارجي. او ما انت بعد كده هتشوف ان احنا ممكن نعمل برضو اه برنامج زي مسلا برنامج انزار بتاع الحريق اه حساس للايد كده بحيس ان انت لما تعمل حركة القبض والبتاع زي الملاكمة كده لما بيحرك ايده وكده يبدأ يعد معاك. زي عمل زي السبحة الالكترونية. الحقيقة دي كلها ديت عبارة عن حسيات. فده عندي دول الدبابيس دي بترتبط بالايه? باجهزة الاستشعار الخارجية. ممكن تكون مدخلات او مخرجات. سواء رقمية او احادية. زي حسات الضوء كشفات المعادن الرطوبة. او ازاي ما احنا قلنا جهاز الانزار او حاجة زي كده. دايما انت عاوز ايه? طبعا احنا ممكن بحطة ميكرو ديت. ممكن ان انت تروح جاي يجابها كده. وعمل لها مسلا استيك زي استيك السعب الضبط وتلبسها على ايدك. وتبدأ تنفس بها برامج او ان انت تعليقها في السجف لو انزار حريق او كلام من ده. لان انت بتوب ايه? حتة برمجية صغيرة كده زي ما انتم شايفين. طيب. الجزء اللي بعد او رابع حياة واخر حياة معي في الواجهة بتاعتي اللي هي الفتحات. ولسه عندي الفتحات اللي هما الحتة ديت. السغنطوطة دي. والسغنطوطة دي. طبعا ديت عشان ان احنا نركبها مسلا في حاجة او ان احنا نخيطها. لو احنا عاوزين جزء مسلا اه زي الدجات اه جلب او حاجة كده او. اه فنعم ممكن ايه من هنا بنخيطها من دوت من نقطتين ديت او ان احنا بنعملها ايه? فتحة ايه للتسبيت. يبقى فتحة طبعا ديت عشان ايه ممكن نحنا نشغل بعد كده بيهم ايه اللي هو البطارية او ان احنا نحطها على المنافذ بتاعة وهي تمكن من الاجهزة الخالجية اللي هي محركات وكده طيب نبدأ نتعرف على الايه الظهر بتاعي. اول حاجة في الظهر بتاعي حاجة طبعا ظهرة جدا معي اللي هي المدخل بتاع اليو اس بي. انت حضرتك هنوبة نعرف بعد كده ازاي ان انت بتدخل على البرنامج بتاع سكراتش او او برنامج خاص بمايكروبت ان انت تعمل الكتلة البرمجية او لان احنا ممكن نبرمج عن طريقة برضو. طيب بعد ما انت تعمل لغة البرمجية بتاعتك او تعمل البرنامج بتاعك الجزئية البرمجية او الكتلة البرمجية بتاعت. انت عاوز تحطها على طيب فعلا بالتالي ان انا بيجي معها كابل توصيل اللي هو توصيل بين الجزء وجهاز الكمبيوتر. بتحط الوصلة عادي وتوصل. مجرد ما بتوصل بتبدأ ان انت تعمل على الايه او تحميل على الايه على الجزء. تمام كده? طبعا هو بيشتغل من خلال اي نوع من انواع الويندوز. سواء ويندوز او ماك او اي جهاز عادي مفيش مشكلة. وممكن ان انت تتصل برضو بالانترنت من خلال الفلاشة دي. اه تمام كده. يبقى ممكن ان انت تتصل بانترنتي وبدي الجزء بس عشان يوصل ما بين الايه الجزء اللي انت بتشغل عليه وجهاز الكمبيوتر. طيب. ممكن كمان نعمل عملية اتصال من غير يقس به? اه ممكن. عن طريق ايه? عن طريق الجزء ده او اللي هو الحتة البرمجيه اللي هنا ديت اللي هي عملية البلوتوز. اه فالباكروبيتس بتاعها ده برضو متوصل بالبلوتوز عشان خاطر كمان ان هو يشتغل عن بعض. ازاي يشتغل عن بعض? اه ملوم ايه بغطفات حريق او انزار حريق او كده. او ان انت تدي امر مسلا لتشغيل اه اه الكاميرا في البيت او تشغيل مش عارف ايه جهاز موبايل او التقاط او تدي له امر ان هو ينفس بعد حاجة معين او وجد معين. اه اه هنا دي كل اهاته من خلال ايه? البلوتوز. البلوتوز اهيات هنا البلوتوز ايه الجزء ده. نعم كده? هو اللي فيما يعرف باجه عندي بعد كده بلايه بانترنت الليه الاشياء. طبعا ممكن ان انت نستقبل وكده. ونتحمل عليه مباشر من خلال زي ما احنا قلنا بنعمل عملية تحميل ما فياش اي مشكلة. طيب عندي كمان نتعرف على كمان الزر بتاع او اللي هو ده. اللي هو الحرف ده. اللي هو الزر ده. احنا عندي نتناحية تانية ايه وبيه. وهنا الزر الاو. طبعا ده زر عشان خطر ايه? اللي هو اكتر من الاستخدام. ممكن نعمله كزرار وممكن احنا نضغط عليه عشان نعمل عملية استلام للايه? للأوامر عن طريق البلوتوز. انت قلت ان انت هتعمل بلوتوز طب هتفتح او هتشتكليه استقبل وتوافج يعني على الاستقبال ازاي? من خلال الزرار ده. تمام كده اود كمان معي. طيب. في عندي كمان اه في اللي هو الجزء الابيض ده. ايه الجزء ده? اه ده المدخل بتاع البطارية. حضرتك لما انت تحط انت ممكن قولنا ان انت هتنجل البيانات بتاعتك. هتنجل البيانات بتاعتك من خلال اه قطعة البرمجة بتاعتك من خلال اليو اسي بي. تمام كده? طيب انت عاوز تشغل بجا الميكروبيت ده. هشغله ازاي? اه اما ان انا اجيب بطارية اللي هي البطاريات اللي بتحط في الكاميرات الدجدة او كده. بطارية بيكون مرفق مع الجزء ده مع الميكروبيت مكالة البطارية. بتبدأ ان انت تحطها فيها او ان انت تجيب له مصدر تيار كهربائي. تمام كده? فبيتوصل منين? من هنا. من الخلال ده. ده اللي هو اللي هي البطارية. طبعا المساحة التاعت ومية تمانية وعشرين كيلو بايت في الزاكرة المتنقلة اي ار ايم والليه? وستاشر في الزاكرة المؤقتة الرام. ندخل بعد كده على المعالج او البروسيسور. طبعا اي حية في الدنيا فيها الكترونية او كده لازم يكون فيها بروسيسور. اللي هو بيعمل ايه? يجعمل البيانات ويخزن ويعمل عملية المعالجة ويبدأ يشوف الاوامر وينفز الاوامر وكلام ده كله. طبعا كلها من المعالج بتاعي يكون كلها ما يبقى اسرع وكلام ده. طب ده ايه البروسيسور? او ايه المعالج? كل البيانات هتحط هنا عشان نعالي. في عندي كمان جزء صغنطوت خالص اللي هو الجزء ده. اللي هو اللي بنسميه البصلة. وده البصلة ديت عشان خطر انا عندي اكتر من نوع من عمليات الحساسات او الحسية ان هو يقدر يعرف يتحسس كده للجزء بتاع المسلا المجال المغناطيس زي اللي هو البصلة اللي عندي ديت. تتحسس للجزء بتاع الايه المجال المغناطيسي? ما يسمح بتحويله الايه الى الميكروبيت ده الى ارقام. زي ما انا بيقول كده لما قبضت اليد وتعمل كده في الملاكمة او يتحرك او كده. فديت بيسمح المجال المغناطيس هو ايه يشوف الحركة او مع الاهتزاز او كلام ده كله. تمام كده? في عندي كمان اللي هو حساس الحركة. ده بيحول المعلومات. معلومات السرعة الى رقم اه الى ارقام. زي مسلا لو انت بتجي او انت كده بيبدأ يحول اللي هي عملية السرعة اللي عندك دير. الى كده. طبعا يمكن يستخدامها برضو كحساسة الحركة. الاشخاص اللي هم بايه في حالة الماشي او ملاكمة. تمام كده? طيب عاوزين بيتوصل ازاي او بوصله ازاي بالمصدر التالي الكهرباء او بوصله ازاي بالكمبيوتر? هنشوف الجزء دي كمان معي. ادي التوصيل. ادي هنا عندي اهوت دي اهوت الجزء اللي بيجي معي اللي هو الكابل. الكابل من هنا هو عادي. بيتوصل في المصدر بتاع اليو سي بي وبتوصل في اليو سي بي بتاع الجهاز الكمبيوتر او اللاب. اهوت عنده هي البطارية تلسيا. وبتبقى تنحط في المصدر بتاع الطاقة اللي هنا اللي احنا قلنا عليه اللي هو بطارية. واده بطاريتين. وعشان يبدأ يشغل الايه البرمجة القطعة البرمجية. وطبعا انت عندك الزراير اهوت اللي انت قلت هتبدأ منه وتوقف او اللي انت تعمل او هتستقبل بالبطوص او وهكذا. انت كده المفروض ان انت هتحط اللي هي الجزء بتاع البطارية وقتين. لما تكون انتهيت من البرمجة على القطعة وعاوز تشغل عاوز تجرب ايه الامر بعيد عن الكمبيوتر بعيد عن وسطة اليو سي بي. تمام كده? واده منظر تاني هو برضو للتوصيل. وهنا هنا ايه شغالة هيت قطعة البرمجة هيت عاملة ايه الحرف ده? وهنا طبعا عاملة ايه? اتمنى يكون استفدتم معنا من الحلقة الاولى من وان شاء الله هنتعرض الحلقة التانية ازاي ان احنا نشتغل على طيب في سؤال بس مهم جابل ما نختم? واللي هنبدأ بيه الحلقة التانية. هل لابد من وجود معايا مايكروبيت? او قطعة دية عشان ان انا اقدر اعمل برمجة? ولا ممكن ان انا اشتغل البرمجة واكواد البرمجة او كتل البرمجة من غير الميكروبيت? هل ممكن احنا نشتغل من غير الميكروبيت? ولما نبقى نشتغل الميكروبيت بعد كده انه بنحط نحمل عليه قطعة البرمجة. هو ده اللي هتعرف عليه المرة الجاية ان شاء الله. وهقول لكم ازاي نشتغل الميكروبيت. شكرا حضرتكم. كان معكم السيد امين عبدالحسيب الضريبي. اتمنى ازا عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل اشتراك معنا سبسكرايب وتفعل زر الجرس ليصلك كل منا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.